الموقف اليوم الرئيس الأسد والمؤتمر القومي العربي لا يمكن الحديث عن مشروع مستقبلي دون الهوية الجامعة التي تنطلق من مفهوم الأمة والتي قد تكون مستندة إلى مفهوم نظرية مؤسس الحزب السوري القومي الاجتماعي أنطونس عادي حول الأمة السورية أو مرتكزة إلى عقائد حركة البعث وحركة القومين العرب أو الأحزاب الناصرية ومحورها الانتماء إلى الأمة العربية أو ذاهبة إلى مدى أبعد بالحديث عن أمة إسلامية كما تؤمن التيارات الإسلامية وتقول الجمهورية الإسلامية في إيران رغم الخلافات العقائدية تلتقي هذه المفاهيم حول مبدأ الهوية الجامعة تحت عنوان الأمة عند مهمتين راهنتين الأولى اعتبار الاستقلال الوطني مشروطا بتحرير فلسطين ودعم حركات المقاومة كنتيجة طبيعية لذلك والثانية العمل لتوحيد ما هو مقسم ضمن صياغ متحركة للاتحاد والوحدة ولو بالحد الأدنى لحاجات التشبيك الاقتصادي والأمني الترويج لدعوات تتنكر لمفهوم الأمة على درجاته ومستوياته المختلفة للقول بعناوين مثل لبنان أولا ومصر أولا والأردن أولا وسوريا أولا تعني التخلي عن فلسطين والوقوع في وهم تحقيق الاستقلال في ظل هيمنة كيان الاحتلال على القرار الإقليمي كوكيل للمصالح الغربية يحظى بالدعم الأمريكي الكامل وتعني بالتوازي الوقوع بوهم إمكانية التصدي للتحديات الاقتصادية والأمنية دون التشبيك والتعاون مع مكونات الأمة وفقا لأي من مفاهيم الإيمان بوجودها وقد أثبت تاريخ الكيانات الوطنية أن لا تنمية ولا أمن خارج مفهوم الوحدة أو الاتحاد أو التشبيك كحد أدنى ما قاله الرئيس السوري في لقائه مع الأمان العام المؤتمر القومي العربي حول أنه لا يمكننا الحديث عن انتماء سياسي دون أن نتحدث عن مفهوم الانتماء كهوية معتبرا أن العمل القومي يجب أن يرتكز على المستويين الفكري والتطبيقي هو بالضبط ما قالته الأحداث التي مثلها ما سمي بالربيع العربي حيث كان الانتماء السياسي تحت مسميات معارضة أو موالات لا يرتكز على مفهوم للهوية وما لبث هذا الانتماء السطحي والهش أن تلاشى وتحول إلى فوضى فتحت الطريقة للإرهاب والتطرف كحامل لمفهوم هوية تفوقت رغم انتمائها إلى التوحش ومعادات الفطرة البشرية والقيم الإنسانية بينما صمضت المواجهة للمشروع التخريبي الذي رعاه الغرب بإدارته لرياح الربيع العربي عندما كانت هذه المواجهة تأتي تعبيرا عن انتماء سياسي يستند إلى مفهوم الانتماء الهوية كحامل لمشروع قومي ونجح بإلحاق الهزيمة بالتطرف والإرهاب ما قاله الأمين العام للمؤتمر القومي العربي حمدين صباحي عن مكانة سوريا ونصرها في النهوض العربي دقيق جدا لأنه دون محور وازن يحمل مشروع المواجهة مع المشروع الغربي على المساحة العربية ويشكل حضنا للمقاومة لا تملك النخب والقوى الشعبية المساندة للفكرة القومية القدرة على إنتاج ميزان قوى قادر على إحداث التغيير المنشود والتحول الفكري الذي أنتجته سوريا بصمودها ونصرها يوازي التحول في موازين القوى الذي جلب إليها الكثيرين ممن كانوا ينظرون نظرة مخالفة لما شهدته وهكذا فإنما يصح في حال النخب ويصح في حال الحكومات يصح أيضا بحال شرائح شعبية واسعة ولذلك من الطبيعي أن يتحدث صباحي عن التطلع إلى الاستثمار على نصر سوريا لتحقيق تحولات بحجم حال مهوب قومي جديد سوريا قلعة لمحور المقاومة لكنها أيضا العمود الفقري لأي مشروع قومي موسيقى